في الحقيقة العراق بلد من البلدان المهمة في المنطقة لأسباب كثيرة بسبب الموقع الاتجاه الستراتيجي برا بحرا كمية الثروات الموجودة في العراق لذلك العراق اتخذ نهج جديد في فتح العلاقات الاقتصادية العلاقات الاقتصادية تمكن البلد من الحفاظ على أمنة لأن أي دولة ينشأ معها اتفاق اقتصادي ستحافظ على حدود العراق مع هذا البلد اثنين ستكون لها أيدي عاملة ستكون لها استثمارات كبيرة في العراق العراق أرض بور الآن يحتاج إلى هناك عطش حقيقة لاستثمارات كثيرة وأنا أتصور هذا اليوم دشنت ايران الصفحة الجديدة ضمن الحكومة الإصلاحية التي قدها السيد بيزشكيان وهذه الحكومة في تصريحاتها خلال انتخابات ذكر كثيرا موضوع الانفتاح على المجتمع الدولي وموضوع الانفتاح الاقتصادي لحاجة ايران أيضا إلى انفتاح الاقتصادي وكان إلى تصريح قبل أيام ذكر بأن ايران بحاجة إلى استثمارات بحاجة 100 مليار دولار وأقرب مكان للاستثمار أعتقد هو العراق كما حصل مع تركيا كما يحصل مع دول الخليج ايران صفحتها الجديدة التي بدأتها الآن في العراق هي أيضا انفتحت على المملكة العربية السعودية على دول باقي دول الخليج وبالتالي أنا حقيقة متفائل سواء بهذه الزيارة أو بالأيام المقبلة في ما سيحصل في العراق صح سيكون ربما متأخرا بسبب تعثر القصص الاقتصادية الحكومة تحتاج إلى دعم وإرادة سياسية موحدة من القوى السياسية لدعم هذه التوجهات بالتالي سينعكس هذا الأمر خيرا على المواطن العراقي طيب فيما يتعلق بالاستثمار رغبة إيرانية للاستثمار بحدود 100 مليار أستاذ فلاح في أي أبواب ممكن أن تستثمر داخل العراق لا هو الميت مليار ليس للعراق ولكن حاجة إيران إلى 100 مليار استثمارات يعني إيران إذا بدأت هذه الخطوة من العراق وبالتأكيد ستفتح خطوات أخرى مع المجتمع الدولي مع شركات أوروبية كثير من الشركات الغربية غادرت إيران بعد الحرب وبعد الحضر الذي حصل عليه إيران الآن تضغط باتجاه تخفيف العقوبات إيران الآن تضغط باتجاه السماح للشركات للعمل تضغط باتجاه بيع نفطها بالتالي إيران إذا سارت بهذا الاتجاه أنا أعتقد هذا اليوم دشنت هذه الصفحة مع العراق وبات العراق منطقة مهمة أنا أعتقد حتى هناك رغبة في الحكومة السابقة كانت لعقد اجتماع بين تركيا وسوريا في العراق كما حصل في وقتها اجتماعات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هنا في العراق المملكة العربية السعودية وإيران بدأت اجتماعاتها هنا في العراق وبالتالي أتمنى أن تكون للقوة السياسية نظرة أبعد من الخصوصية بإرادة سياسية موحدة أن تقول العراق جاهز لتهيئة مناخات اقتصادية أفضل في المنطقة طيب يعني أستاذ فلاحة ملفات عديدة تم التأكيد عليها في زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد اليوم منها ملف الأمن والاقتصاد والنقل أيضا يعني هل تعتقد بأن البلدين بحاجة اليوم إلى تأطير هذه الاتفاقيات طبعا أولا إيران دولة جارة للعراق وتمثل الخط الأول لأمنها القومي كما أن تركيا كما المملكة العربية السعودية كما الكويت كل هذه الدول المحيطة بالعراق ترغب في أن يكون عراق مستقر اقتصاديا كيف يكون مستقر اقتصاديا بحاجة إلى أمن الأمن من الذي يوفره؟ يوفره العلاقة الاقتصادية إيران من جهتها تساعد العراق أمنيا قضية التهريب قضايا كثيرة تركيا أيضا ممكن أن تسهم المملكة العربية السعودية كل الدول راغبة في العمل في العراق والعراق أرض مؤهلة للاستثمارات أعتقد أن قضية النقل وخطوط النقل واحدة من الأدوات الأساسية في هذه المشاريع والعراق لديه أيضا مشروع آخر هو طريق التنمية ربما سيشترك فيه الجميع نلاحظ هناك رغبة من دول خليجية تركيا من المصررين حتى أن تركيا قبل إعلان طريق التنمية كان أردوغان قد أعلن عنه قبل أن يبدأ العراق بتشريع هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر